مستمعينا وينما كنتوا يومكم سعيد مرحبا بيكم 8 يوم 7 دقائق في السعادية في الوقت هذية نمشي لذيفنا ذيف الماتينال ذيفنا اليوم هو سيبراهيم بندريس رئيس الهيئة العمل النهوض الاجتماعي بوزارة شؤون الاجتماعية صباح النور صباح خير مرحبا بمستمعية الإذاعة الوطنية الإذاعة الأم ونحن مصرورين جدا أن نكونوا دائما نلبوا طلبات الإذاعة الوطنية ونكونوا عند طلب وقت ما يستحقوا معلومة شكرا لكم على التعاون وعلى قبول دعوتنا الأسبوع هذية تنطلقوا في توزيع المساعدات الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية شكون المستهدف كيفش يعملوا المستحقين هل عن القائمة دجا حاضرة وسكرتوها وإلا مواصلين في البحث عن كل من يستحق المساعدة لأن الدولة ما تنسيش أبنائها ولأن الناس كل يجب أن ترجع تقرأ في ظروف متساوية وطيبة صحيح نحن نحب نذكر نحن في سنة الفارطة كنا الهناف اللي لاعاة الوطنية وعطينا معلومات حول استعدادات الدولة وستعدادات وزارة الشمعية للعودة المدرسية وتوفير الظروف الملامة لأبناء العائلات الفقيرة وعائلات محدود الدخل لعودة مدرسية آمنة عودة مدرسية متتوفر فيها كل أسباب وشروط النجاح ونذكر وقتها وعدتكم وقتلكم إن شاء الله كل عام نقدمه باش نعطوا المساعدات هذي في وقت قبل العودة المدرسية وكنا عند وعدنا السنة والقائمة حاضرة قائمة الأولية حاضرة معنا الدفعة الأولى حاضرة باش نصرف المساعدات المساعدات هذي بتعليمات من السيد وزير الشمعية قال يلزم تكون عندك تكون ثمة مصدقية تم قاعدة بيانات تم اعتمادها لاختيار الناس هذوما الأطفال هذوما من العائلات الفقيرة ومحدود الدخل هي قاعدة بيانات الأمان الاجتماعي اللي فاهم مليون عائلة مسجلة منهم 360 ألف عائلة تمتع بالمساعدات المالية الشهرية والعلاج المجاني وستمية و35 ألف عائلة يتمتعوا بالعلاج بالعريف المخفضة هما هذوما مصدر اللي نيقضوا منهم الفئة المستحقة والفئة التي تستهدفها بالمساعدات العودة المدرسية واللي هي مساعدات مختلفة تتكون من مساعدات مادية مساعدات عينية ثم مساعدات النقل المدرسي أعطيت شرط انت من الشروط اللي من خلالها يتمتعوا المواطنين بالمساعدات هذية كان نذكرهم بالشروط أخط ربما فما شكون يقول لك عليش أنا مخذيتش مساعدات أهم الشروط أهم الشروط أنك يجب أن تكون مسجل بقاعد بيانات الأمل الاجتماعي يعني تكون مواطن جيت وطلبت خدمات الأمل الاجتماعي وتم تسجيل الشرط الثاني أنك ما يلزمش تكون أحدى منظوري الأنظمة الاجتماعية السيناس معنى صندوق الواطن النظام الاجتماعي أو صندوق الواطن التقاعد والحيطة الاجتماعية مع ذلك القواعد الأخرى عندنا الشروط الأخرى والمعايير الأخرى اللي هي موجودة في الأمل الاجتماعي والتي تحدد الفئات هذية من ذلك الدخل امتلاك عقارات سيارة باعتبار أننا نعمل التقطعات مع جميع قاعد بيانات الوطنية من ذلك قاعدة البيانات مع سيناساس مع سينير وقاعدة بيانات تروتي ثم في آخر مرحلة نعمل التقطعات مع قاعدة بيانات وزارة التربية للتسجيل لنشوف الأطفال المسجلين ووقتها تخرج القائمة النهية واللي هي القائمة اللي يتم على أساسها صرف المساعدات واللي تسمى المساعدات هي نصرفها عن طريق البريد التونسي كدش من تلميذ مش يخذ المساعدة وقدش من طالب مش يخذ المساعدة هذه السناب السناب معناها في توجع معناها في تطور للعدد المستفيدين خمسة وعشرين ألف تلميذ من المسجلين بالسنة الابتدائي بالأعدادي والأساسي والثانوي لأول مرة عنا تلاثين ألف تلميذ مسجل بالسنوات التحذيرية بالمدارس العمومية بالإضافة إلى خمسة وعشرين ألف طالب اللي هما مسجلين بس بالسنة الجامعية يبدأ ألفين وعبع عشرين ألفين وخمسة وعشرين دون خمسة وعشرين ألف تلميذ في الأساسي أساسي أساسي وعدادي والثانوي والثانوي وخمسة وعشرين ألف طالب بالجديد زاد السنة بالإضافة إلى السنوات التحذيرية أضفنا بالنسبة نعرف وأحنا بعض مناطق الداخلية بعض المناطق النائية أنه ما تماش مدرسة عمومية بش يسجلوا في التحذيري السيد الوزير وسيد رئيس الحكومة أعطى تعليمات بإسناد منحة العودة المدرسية الأطفال المسجلين بالكاتتيبة الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون دينية بتنسيق تام مع وزارة الشؤون دينية والتي تعطينا القائمات تطع الأطفال هدوما والتي تم صرف المساعدات المساعدة لقدرها 100 دينار لفاية الأطفال هدوما ثم جديد زادت آخر سنة هو تم سحب هذا الامتياز معناها منحة العودة المدرسية على الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين بمركس الطربية المختصة الراجعة بالنظر لجامعات العاملة في مجال الإعاقة والتي هما المركز الطربية المختصة هدوما 310 مركز طربية مختصة اللي يتمتعوا بالمنحة العودة المدرسية ثم زادت جديد سنة أن تم سحب المنحة هذية مش تمتع بها إن شاء الله بقدرة ربي الأطفال المسجلين بمركز الدفاع والمجل الاجتماعي اللي هي مراكز راجعة بالنظر لي وزارة الشؤون الاجتماعية والتي هي تعمل في مجال الدفاع الاجتماعي معنا حماية الأسرة وحماية العائلة من التفقق وحماية الأطفال من مخاطر الشارع والأطفال هذوما هم الأطفال من قطعوا مبكراً على الدراسة واللي سنهم بيننا 12 سنة و 16 سنة واللي أحنا نطمحوا أنه نستقط بهم ما ننخلوهمش في الشارع ليعاد إدماجهم سواء بالمنتصار العادي للتعليم أو بالتدريب والتكوين المهني هديش عنا أطفال في مراكز الإدماج الاجتماعي؟ في حدود إذا كان نخذوا إحنا عنا 24 مركز دفاع ودماج الاجتماعي كان تقت الاستيعاب تقت الاستيعاب متى المراكز بين 30 و 50 إذا كان نخذوا هكا معنا في حدود 1400 و 1500 تلميذ هذوما الأطفال المسجدين في مركز الدفاع ودماج الاجتماعي مقدار المنحة هي 100 دينار السنة ثم زادة تطوير معنا الرفع من المنحة هذي معنا من 50 دينار سنة 2023 العودة المدرسية 23 و 24 إلى 100 دينار سنة العودة المدرسية 24 و 25 ممولة بكل بكلها معناه من ميزانية الدولة يعني السنة الاعتماد في سنة 2023 كان في حدود 31 مليون دينار السنة ولا 57.6 مليون دينار من ميزانية الدولة هذي هو بالنسبة للمساعدات المادية اللي يستمتع بها إن شاء الله الأطفال المسجلين بالمدارس اللي قاموا بالتسجيل بالطعيدة بالموقع وزارة التربية واللي سجلوا واللي أحنا الآن كوزارة الانشتماعية قائمة حاضرة عندنا الآن قائمة أولية فيها 420 ألف تلميذ هذي معناها قيناهم سجلين بوزارة التربية واللي هوم إن شاء الله اليوم تخرج القائمة نهائية لا لا قائمة نهائية إن شاء الله نعملوا ضربة أخرى على الموقع الميزاجوغ معناها نعملوا ضربة على موقع وزارة التربية إن شاء الله بقدت ربي نهاية الأسبوع هذا باش نحدوا نكملوا باقي الأطراف اللي مش تمطعوا الأطفال مش تمطعوا بالمساعدات هذه أحنا اليوم إن شاء الله سيتم انطلاق في صرف المساعدات في صرف الانطلاق وتحديد قائمات وتحديد رسال القائمات للبريد التونسي حتى يتم صرف المساعدات اللي في عيدة مستحقية إن شاء الله اليوم نبدأ بقدت ربي وهذا سيد الوزير البارا اعطني تعليمات أن ينصرفوا إن شاء الله بقدت ربي تكون الفلوس إن شاء الله عند مستحقية بداية من الغد أو بعد غد تبدأ الناس يأخذوا يصرفوا مساعدات ولي المساعدات هذية بعنوار كل تلميذ بدون سقف. يعني العائلة عندها خمسة لامدة مشتاق خمسمية دينار والعائلة اللي عندها زو كامس. سمعني قلت مية دينار هي المساعدة المية دينار للتلميذ وطالب والكل. الطالب لا لأبنوا يقول الطالب على طوال نحتي وعالتلميذ. تلميذ مية دينار سنة تحذيرية مية دينار. مية دينار معنى كل ما هو مسجل بالتلميذ خطا السنة التحذيرية اعتبر تلميذ ذاته. نحن عن اعتمادات كلية 57.6 مليون دينار مشي تصرفوا ما بين تلاميذ الاعدادي والثانوي التحذيري الطلبة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال في مراكز الاندماج الاجتماعي بالنسبة للأطفال اللي في التحذيري وفي الأساسي والثانوي والأطفال في مراكز الاندماج كل واحد فيه مشيخ بيات دينار نمشوا للطلبة بالنسبة للطلبة اللي هما في حدود 25 ألف طالب إن شاء الله بداية الصرف ستكون في أول أكتوبر وهو سيتمتع 120 دينار حتى كان عندو بورسة لا ما عندوش حتى علاقة بالبورس يلزموا يكون من أبناء العائلات الفقيرة ومحدود داخل المساجل ببرنامج الأمان الاجتماعي والقائمات تصحب من قاعد بيانات الأمان الاجتماعي يعني ما تماش أجلام ثم هدايا عنا بعد بالنسبة للتلميذ والطلبة عنا الاشتراك النقل المدرسي اشتراك النقل المدرسي واللي الدولة خصت له سنية 3.5 مليون دينار واللي هو يتم إسناد اشتراكات نقل مدرسي اللي فائد التلميذ والطلبة اللي تنقلوا مع وسائل النقل العمومي السنة الفارطة العدد المستفيدين في حدود 8000 شاء الله سنية نطحوا نصر عشر الاف معناها الاعتماد متوفر إن شاء الله عن نصر عشر الاف الجديد في المجال هذا أنه الاعتماد التقاطع في قاعدات بيانات ما بين وزارة الاجتماعية وشركات النقل الجهوية أسنة ثمانية شركات نقل جهوية انخرطت في العملية هذه يعني الطالب ينجي من قدام الورديناتير متاعها ولا من البيبلينات يعمل لابون ما من غير ما يستحق بش يمشي وجيه لابون ما متاعه يمشي يسحبها من غير يدفع ما غير ما يهز حتى وثيقة تثبت أنه هو من أبناء العائلات المعزة أو عائلات محدود الدخل هذا فيما يتعلق بالمساعدات الفاية تلميذ والطالب بالنسبة للمية دينار نقداً ياخذها هي لشراء الأدوات المدرسة مساعدة لشراع الأدوات المدرسية ثم عن المساعدات العينية هل أنه ما تعطيوك كل مية دينار فلوس وإلا فم شركاء أخرين خاصة من الخواص اللين نجموا خطر ليوم مية دينار في الأدوات المدرسية أنا معاك على طول الغط 100 دينار في الأدوات المدرسية متاع من الحاجة إلا أنه زيادة الدولة ما وقفتش عند المئة دينار عنا عديدة تدخلات الأخرى عنا المساعدات بعنوان الأطفال سفر ستة سنوات تلاتين دينار شهرين لكل طفل عنا المساعدات زيادة إن شاء الله اللي مش نرجع ونصرفوها للأطفال ستة تمنتاشين سنة ها زيادة تلاتين دينار لكل طفل بدون يسقف مع المساعدات العينية اللي تصرفها الدولة عن طريق الاتحاد تنسي للتظام الاجتماعي واللي هي في حدود خمسة فاصل خمسة مليون دينار مش نتم من خلالها تمكين مية وخمسة ألف تلميذ من محفظة مدرسية تكون محفظة مجهزة بكامل أدوات المدرسية ويتم إسنادها لفائدة الأطفال هذوما واللي نفس لحكي نفس الموضوع معناها نفس الإجراءات هو قائمة القائمات يتم تحديدها من قائمة بيانات الأمن الاجتماعي ويتم مدها معناها إرسالها للجهات للتنسيق ما بين سلطة الجهوية ومن بين السادة الولايات والسادة المعطمين والسلطة الجهوية واللي تحطون سلطة الاجتماعي اللي صار في المساعدات هذا يتمول ثلاثة مليون دينار من وزارة الشرون اجتماعية وثنين فاصل خمسة مليون دينار من اللي تحطون سلطة الاجتماعي اللي جي خمسة فاصل خمسة مليون دينار واللي هذه إن شاء الله سيد وزارة الشرون اجتماعية سيعطي انتلاق توزيحها خلال أيال اليوم يا غدا إن شاء الله سوف يشارط انتلاق توزيع هذه المساعدات العينية لفعية الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة وعائلات محدود الدخل وزاد سيد رئيس الحكومة في المجلس الوزاري لإعداد العودة المدرسية أعطاء تعليمات ضرورة أعطاء أولوية للمناطق النائية والمناطق البعيدة المناطق الأكثر فقرا من خلال توفير أكثر ما يمكن من التدخلات ووزارة الشمعية حتى أنه أعطاء تعليمات لأنه يلزم نوفره حتى نقلوا نعملوا نحاولوا أن يكون تنسيق كبير بين وزارات وفي تداخل ما بينها باعتبار التكامل ما بين الوزارات الكل حتى نضمنوا عودة مدرسية آمنة لفعية أطفالنا إن شاء الله وإحنا رأوا ديما الدولة تونسية رأي موجودة إحنا ندخلوا من غير حتى ما ثم هذية واجب هذية أبناء البعد الاجتماعي للدولة كما قال سيد رئيس الدولة البعد الاجتماعي للدولة في مفهومها الحقيقي معناها مفهوم الدور الاجتماعي للدولة عنا المساعدات الأخرى اللي هي البعد المساعدات العينية عنا المساعدات لفائدة الأطفال ذوي لعاقة اللي بتبيعها من سينهمش والي هما زادا نعطوهم أولوية قصوى سيد الوزير البارح أعطى قام بتوزيع عشرين حافلة لفائدة الجامعات العاملة في مجال لعاقة ثم بعض التسؤولات يقول لك ما هي معايير اختيار معايير الاختيار غير سنفيك تكامل مش نسلك نفس سؤال معايير الاختيار معايير الاختيار لإسناد الحافلات هو يتم إسناد الحافلات هذية بإناء على التقارير اللي جينا من الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية حسب أولويات اللي تحددها هي من خلال عدد الأطفال متوفر وسيلة نقل وغير متوفرة النشاط متاع الجامعية خلال السنة كاملة عدد منظوريها من الأطفال المسجلين بالمراكس التربية المقتصة هذه المعايير اللي تم اعتمادها لإسناد الحافلات وخاصة نعتمد على وسيلة النقل اللي عنده معناها تكون وسيلة نقل قابلة للاستعمال وغير قابلة للاستعمال والمسافة المقطوعة احنا عنا بعض الجامعيات تقطع مسافة فوق المئتين كيلو متر في اليوم في قطة تعمل رمساج معنا الأطفال هذوم احنا ستم معنا كل عام وراء وسنوين يتم توزيع عشرين حافلة على الجامعيات هذوم العاملة في مجال الإعاقة لمساعدتها على نقل منظوريها بأهم الملاحظات اللي يجيت من المستمعين مثلا يقول لك أولا قالوا المنحة وقتش تتصب نحنا قلنا يدخلت علي نتاوى نقولولك اللي الأسبوع هذية إن شاء الله من اليوم من غدوة حتى لنهار سبت حتى لنهار سبت هذه الدفعة لأولى بالبريد التونسي الدفعة أولى فيها أربعمية وعشرين ألف تلميذ تلميذ تحذيري وأساسي وإعدادي وثانوي باهي قالوا لك رجعوا المنحة متع الصغر لفوق ستة سنين شنو حكاية احنا توقع ذكرت لك أنا مرحلة الأطفال ستة سنوات هي المسألة الكل تتعلق بتوفير هذه متعة ثلاثين دينا تتعلق بتوفير سيولة هي احنا راهي عملناها كتجربة نموذجية وحبينا نعاونه العائلات في الوضعية متع الكريز لسارت كوفيد ووضعية الأزمة الأوكرانية الروسية وارتفاع الأسعار والتضخم واحد عملنا المنحة دية تلاتين دينار لكل تفل ستة تمنتشت سنة مهما كان عدد الأطفال في العائلة ونجم توصل 150 دينار شهرين للعائلات الدولة وفرت اعتماد إلى حد شهر فيفري احنا ربنا نقوله معطياتا احنا ما خبوش هي على المواطنين حد شهر فيفري ألفين واربعة وشرين اصرفنا بعد بقينا عن إشكالية في توفير الاعتماد السيد رئيس وسيد رئيس الحكوم أعطوا تعليمات بضرورة أنه توفروا الاعتمادات هذه وان شاء الله تحلت الإشكالية هذه تنجم ترجع في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة توفرت الاعتمادات توفرت الاعتمادات ومش ترجعوا بأثر رجعي يعني مش نصرفونهم إذا توقين إن شاء الله مارس أفريل مي جوان جوين ستة أشهر مش يخبر ستة أشهر إن شاء الله وسيعتبر ان شاء الله بش تكون بأثر رجعي متع ستة أشهر بمجرد صدور النص القانوني واضح واضح فما نستسمع فينا قد يكون ما في علمهمش ما يعرفوش صعبت عليهم كان رب الأسرة يخدم بطل الخدمة وين يمشي مش يتمتع مش يساجر في برنامج أمان ومشي نجم يتمتع أحنا وهل أنه تو بالإمكان لسنة ديرة سيادية ولا كهو بالإمكان أحنا شقولنا أحنا قلنا كوزارة شونجتماعية كهياك الوزارة شونجتماعية أو وهياك الرجع بالنظر للنهوض الاجتماعي الوزارة شونجتماعية أحنا موجودين في الخط الأمامي أكثر معنا الوزارة الوحيدة اللي موجودة في الخط الأمامي واللي في اتصال مباشر مع المواطنين من خلال الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي اللي أمن الخدمة الأخصائي لاجتماعيين اللي هما نشكرهم شكر كبير على المجهود اللي يقوموا بي على الضغط كم التوراب الجمهورية قديش عنا من مختصر عنا حوالي 910 أخصائي اجتماعي ميداني وأمنوا الخدمة لفائدة المواطنين التونسيين راو الخدمة مشكل الأمل الاجتماعي مشكل المساعدات راو يخدموا المعاقين اللي أشخدوا اللي عقا راو يخدموا الدفاع الاجتماعي راو مساعدي قضاء تلقاهم في كل الوزارات معناهم موجودين وهم يقدموا الخدمة لفائدة المواطنين ويتعرضوا إلى هرسلة كبيرة من المواطنين إلى العنف والاعتداءات وإحنا نقفوا معهم وإحنا نسين دون هليش يتعرضوا العنف هم يمشيوا مش يشوفوا حد المواطن أنا أقول لك كيف يتعرضوا العنف كل المواطن عنده الحق كلك أنا عندي الحق في الخدمة اللي تقدم وزارة الشمسيماعية باعتبار أن وزارة الشمسيماعية قادت في خدمات كبيرة ياسر لفائدة المواطنين وكي تحكي مع المواطن وتقول له أنت مثلا ما عندكش الحق يتغش يتغش وهذا هو اللي قاعد يسير ما معناها أحنا نحاول أن نفهمهم مواطنين نحاول أن نقربولهم نحاول أن نفهمهم قاعدين نرقمنوا في الخدمات حتى إنسان ميقولي شكك في العمل المتاعنا خدمات الكلها مرقمنا رأوا منعتوا حاجة إلا ما تتعدى أن تتعدى على التقطعات مدنية قيمة قتلك سيناساس سينير ترواتي طوو إن شاء الله ولينا مع الجباية معناها جيكم ساعات مثلا اتصالات أو رسليات ولا ما نعرف كيف يتواصلوا معكم المواطنين من نوع أنه عائلة تكون تتمتع بالمساعدات فأم يلقى لبعو الخدمة وإلا يكون عندهم موارد أخرى ولو ورثوا من عند ناس يعلموكم يقولوكم فما حالات من نوع دي نحاول التقطعات تقطعاتنا دي ما الدور القاعدة البيانات دي ما الدور مع التقطعات وقاعدة البيانات الوطنية الكل والعمل الميداني العمل الميداني هو زادة يعطيك الإمكانية باش تتعرف بالإضافة إلى أنه المواطن احنا شلي القانون يقول لك أعطيه حق أنه يعترضه وحق أنه يشتكيه وحق أنه يتقدم بالشكاية وانتي تجيوه وحنا هذا اللي قاعدين نقومو به وقاعدين نقدمو فيه رغم النقص الكبير في عدل أخصائي الاجتماعيين اللي هو معناها نسبة طغطية كبيرة ياسر نحنا عندنا بعض الجهات يلوموا على كيفاش لأخصائي الاجتماعي والخدمة تتوخر شوية وراو ما ما نبررش أنا الهناء إلا أنه وقت يبدأ خصائي الاجتماعي يخدم على أربعين ألف مواطن وثلاثين ألف مواطن راه وسعيب ياسر أنه باش تكون الخدمة سريعة ورغم أن نعاون بعضنا معنا المواطن يكون متفهم والأخصائي الاجتماعي سيدا يحاول أنه يلقى الطرق المثلة مش يرذي كل المواطنين أو مش يتعامل معاهم بشوية مرونة لأنه مرات كيوحد تصب علي الدنيا يولي على العصاب ومغير ما يشعر تكون ردة الفعل بحكة في التشنج عنا رو عنا نحاولون ندخله في حدود الإمكانيات المتوفرة نوفروا مساعد أحنا حتى عنا خط تمويل اسمه المساعدات مساعدات العمل الاجتماعي المدرسي يعني وقلي أحنا الأخصائي الاجتماعيين والأخصائي النفسي يخدم مع المدارس في خلايا العمل الاجتماعي المدرسي نلقاوا تلامدة في وضعيتهم مثلا عندهم وضعية صعبة عندهم صوتكيف يستحق أدوات مدرسية يستحق دروس داعم يستحق علاج وقتا ندخلوه نعطوه الفلوس نوفروله مساعدة مادية لعائلته بشي يمشي يعمل كل هذا بالإضافة إلى العمل رو عنا العمل بشارة عنا المقاربة العمل بشارة عنا المقاربة متاع مساعدة عنا المقاربة مساعدة للأطفال في نزام على القانون عنا المقاربة مساعدة 33 لخدمة لفيت المواطن 33 لخدمة ونحن نعدل الخدمات ونقول لك الخدمات اللي يقوم بها الأخصار الاجتماعي ويؤديها لفيت المواطن تقول لي معناها تستقرم قدر بعينهم الناس هدوما كيفاش ينجموا ومعناها يقاوموا هالكم الهائل من الخدمات وقت اللي تتسبب المنحة تخرج من عندكم من توم الفلوس تتسبب في البريد قد تتخذ وقت مش توصل المواطن هل أنه يبعثوا له أساميس ولا حاجة أساميس أساميس تدور المعلومة سهل أي سنة أخي ترفع ما شكون أكتب مثلا سيفارس يقول صرف المنحة يرقد عند البريد وتوصلنا ديمة بعد أسبوع من العودة المدرسية مش صحيح مش صحيح قالوا لك مش صحيح أقول لك حاجة مدام هو ثماني ترسيديري تعمل أنا ميسالش تنقوله خالي المواطن نوضحول أحنا اليوم تخدم القائمة وتمشي للبريد تونسي البريد تونسي اليوم يعطيني كلفة حوالي البريدية قداش نخدمها أنا اليوم تتعدل المراقمة سيفارس يقع الأمضاء تمشي للتريزوري تتحول البريد يعني سير كوي متاع الدمينيستراتيف ما يشدش نهارين نهارين نهار ونص معناه كي تكون مثلا ثم السيولة نهارين تبدأ النسكول عند البريد البريد ما يخليش عنده الفلوس يصرفها تمشي ديزا سمس أما أها نقول لك عنه إشكالية ونهاني اليوم من القرار مزدح على إذاع الوطنيين نتوجه للمواطنين بربك يتعطونا رقم هاتف ما تبدلوشي رو رقم الهاتف أذكر أبعث لكم عني فلوس أنا عندنا فلوس متاع مواطنين عندنا ثلاث سنين قاعدة ما يجبوش فلوس ونجبدها ونعود نصرفها في حاجة أخرى معناها يلزم تكون يكون الرقم اللي اعتيتوه انتوما اللي حتيتوه ضمن المعطيات الاجتماعي ما تبدلوش إذا تبدل تمشي تعمل ميزة جور يتصلوا بكم ويعتيكم الرقم يمشي يعطينا رقم جديد ونطلقا نبعث لكم ميزة أسماس اليوم ليس نبعث مثلا أسماس ليس نصرف لك متاع ستة وثمانتاش سنة وانتي ما عندكش تليفون سي نورمان فلوسك ليس تقول انت يا فلوسك وتمشي تعمل ضغط على البريد وتمشي تعمل إشكاليات بالإضافة لهذا وإحنا سنين إن شاء الله بقد تربي البريد التونسي بمجرد أنه يتصلوا لناس هاتفهم بيش يأخذوا المساعدات متاح المدرسية بيش يتم للتسجيل بيش يسنادهم بطاقات سحب بريدي لحوالي 200 ألف مواطن تونسي بيش يأخو بطاقة سحب بريد إلى حين أنه نرغطوا المليون عائلة ببطاقة سحب بريدي هذا بيش تولي غدوك ينصب لك فلوس متاعك في البطاقة متاعك معاش حتحدي مسيرك تبقى لك غاديك معني إذا وخرت 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 المنحة الأسبوع الجاي على أقسى تقديم الأسبوع هذي سيد الوزير عطاه تعليمات الأسبوع هذي الأسبوع هذي يتوصلكم من نحو المساعدات اللي عاودوا سألوه على المنحة الصغر بتاع العمارهم أقل من ستة سنين ستة سنوات قاعدين نصرف فيها يصرف فيها بمفعول رجعي قال سير خداوا فلوسهم لا لا خداوا ستة ستة سنوات خداوا فلوسهم وقاعدين نصرف فيها كل شهر ثلاثة أشهر تمشيلهم من منحة بتاعها منحة صغر سمعت ما وعواطف مدام عواطف الشريف وحمزة واللي يسألونا لكل ذي المعطيات اللي يتهم المساعدات الاجتماعية شكرا جزيلا لكسي إبراهيم بندريس رئيس لهي العمل لنهوض الاجتماعي لوزارة شؤون الاجتماعية شكرك ياسر وعلى رحبت صدرك وشكرك ياسر على أنك احتلنا الفرصة باش نوضحوا للمواطنين شنية الخدمات وباش نحاولوا يفهمونا راهوا ضغط كبير كل ما فهمه جديد شكرا جزيلا لك نمشيو الوامضة الشهرية يوم بعدنا رجل نكمل معكم في بقية فقرات يوم سعيد